اعوذ بالله الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب الغريب فيه هدل المطقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم يفقون والذين يؤمنون ما انزل من قبلك والآخرة هم يوقنون اولئك على هدن من ربهم وأولئك هم المفلحون ان الذين كفروا سواء عليهم عن ذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقولوا آمنا بالله بليوم آخر وما هم بمؤمنين اخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعوا لهم عن فتهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فجادهم الله مرضا ولهم عذاب أريب ما كانوا يكذبون واذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمنوا كما آمن السفهاء قالوا انؤمنوا كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لكم الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شاطيرهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزوا بهم ويمضهم في ضغيانهم يعمهون أولئك الذين اشترعوا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثله كمثل الذي استوقى الضلالة فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بالورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم الغم فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات وراض وبر يجعلون أصابعهم في آذانهم من السماء كحضر الموت والله محيط بالكافرين يكاذوا البرك ويختبوا أبصارهم كلما أطاء لهم مشوفي وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس وأبضوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تبتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرز به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أن جادل وأنتم تعلمون وأن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وضع شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت لكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جلات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأطو به متشابها ولم فيها سواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقع فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الخاصقين الذين ينفذون عهد الله من بعد ميطاقه ويخطعون ما أمر الله به أن يرسل ويخصدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياركم ثم يميتكم ثم يحيكم ثم عليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوى هنسرى سوى وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جعلوا في الأرض خليفة قالوا تجعل فيها من يوسف فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقالوا أعلم بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال أعلم أكل لكم إني أعلم غيب السماء والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وأسقلنا للملائكة تسجدون آدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وقلنا منها رغضا حيث شؤتبالا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأذل لهم الشيطان عنها فأخرجهم مما كان فيه وقلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقروا ومتاعوا الإلهين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا هبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوفا عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا كالذوب آيات لأولئك أصحاب نارهم فيها خالدون يا بني إسرائيل أذكروا نعمتها التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإيايا فارهبون وأمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بأياتي ثمن قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أفسكم وأنتم تكتون الكتابة فلا تعاقدون واستعينوا الصبر والصلاة والنهر كبيرة إما للخاشعين الذين ظلون أنهم لا قرى بهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل أذكروا نعمتها التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين وتقويا وليتنجده نفسنا عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة وليأخص منها عبد ولهم منصرون وإذ نجيناكم من أهل فرعون يسوم لكم سوء العذاب يذبحون أبنائكم ويستحمل نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم المحرفة إن جيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العزل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ أتجنا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم زلتوا أنفسكم بالدخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خيروا لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ خنتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم الملنى والسلوى كلهم الطيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون واذقلوا ادخلوا هذه القرية وقلوا منها حيث شئتم رغدا واذقلوا الباب سجدا وقولوا حدة نكفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا الغير الذي قيل له فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون واذا استسقى موسى لقومه فقلنا ضربها ساكن حجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا قد علم كل ناسم نشربهم كله واشربه رزق الله ولا تعثوا في الأرض وفسدين واسكنتم يا موسى لننصبر على طعام واحد فدعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبط الأرض من بقرها وكثائها وفومها وعدسها وصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الزلة والمسكنة وبراء وغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بأيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصى وكانوا يعتادون إن الذين أمنوا والذين هدوا نصارى الصابعين من أمن بالله واليمن آخر وعمل صالحا ولا مجروا من دربهم ونخفوا عليهم ولا هم يحزنون وإذا خذنا بمساككم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أعطيناكم بكوة واسكنوا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم وفعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمة لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتذوا منكم في الصرط فقلنا لهم كونوا كردة الخاسئين فاجعلناها لكان لما بين ذيها ما خلفها موزة للمتقين ويسقى على موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ضعونا ربك يبيلنا ماهي قال أنه يقول أنها بقرة الله فاردون ونابكر أوانوا باجزع لك ففعلوا ما تؤمرون قال ضعونا ربك يبيلنا ما لونها قال إنه يقول أنها بقرة سفراء فاقع لونها تصر الناظرين قال ضعونا ربك يبيلنا ماهي إن البقرة شاب علينا وإنها إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول أنها بقرة لا ذلو تسيروا الأرض لا تسق الحرص مسلمة لا شيئة فيها قال أنا جئت بالحق فتبحوها ما كاب يفعلون وإذ قتلتوا نفسر فالضارأتوا فيها والله مخرجوا ما كنتم تكتمون وقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت وريكم آياتين أنكم تعقلون ثم قصد قلوبكم وبعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لم تفجروا منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرجوا منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله أما الله بغفرنا عن ما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم كد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون لهم بعض ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثون بما فتح الله عليكم ويحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون أما يعلنون ومنه أميون لا يعلمون كتاب إلا أماني وإنهم إلا يزنهم فوزن الذين يكتبون الكتاب أيدهم ثم يقولون هذا من عند الله لا يشتروا به ثمرا قليلا فويلوا لهم ما كذبت أيديهم وويلوا لهم مما يكسبون وقالوا لنت مزنا النار إلا أياما ما دودا قل أتخصتم عند الله عدم فلن يخلف الله عدهم تقولون على الله ما لا تعلمون مهلا ما كسبت سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك صعب النارهم فيها خالدون الذين آمنوا عمروا صالحات أولئك صعب الجنتهم فيها خالدون وزخصنا بساق بني إسرائيل لا تعبدون إن الله بالولدين أحسانا وزرق البالي تعمى المساكين وقولوا للناس حسنا وقيموا صلاة وعطوا جكاة السمتة وليتم إذن قليلا منكم وأنتم مارضون وإذا أخذنا من إسرائكم لا تسوقون دمائكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون ثم أنتم ها إلا إذا اقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تصاهرون عليهم بالإثم والعضوان وإن أعطوكم أصارة فاتوهم وهم حرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون بعض كتابة أفرون بعض فمن جزاء من يفعل ذلك منكم الناخذين في الحياة والدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ومالله بغفر عما تعملون أولئك الذين اشتروا للحياة الدنيا بالآخرة ولا يخفف عنهم العذاب وعلىهم ومنصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وكفين من بعده برسل وآتينا عيسى بن مريم وبأينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بملاته أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم فريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلفوا بلع لهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله يمصدقوا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم ما عرفوا وكفروا به فلعنة الله على الكافرين بيستمشتروا به أنفسهم وأن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله على من يشاء بغيا أن ينزل اللهم فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضبنا على غضبنا والكافرين عذاب المهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا الأمنوا بما أنزل علينا وكفرون بما راء هو والحق ومصدقا لما معهم والفعل ما تقتلون بها الله من قبلهم كنتم مؤمنين وعلى قد جاءكم موسى بالبعينات ثم تخصنا من عجلة من بعده وأنتم ظالمون وإذا خصنا من صاككم ورفعنا فاككم الطرق خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم من عجلة وقفرهم قل بالعسام ومركم به إيمانكم كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الضار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا موتهم قلتم صادفين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم الله عليهم بالظالمين ولا تجدنهم أحرس الناس على حياتهم من الذين أشرقوا ودوا أحدهم له وعمر ألف سنوامه بمزحزهم من العذاب أن يعمر الله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك في إذن الله وصدقا لما بين يديه هدى وبشرار المؤمنين من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وكلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله وصدقوا لما معهم نبذ فريق من الذين أوضوا كتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تطلو الشيطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشيطين كفروا يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملكين ببابنا هاروت واماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فضة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم ضررين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولينفهم من خطال من من اشتروا باله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بها أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا اتقلوا ما ثبت من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقلوا رائعين قولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم ما يود الذين آمنوا من أهل كتابة المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ظل فضل عظيم ما ننسخ من آية الأون ونسها نأتي بخير منها أو مثلها لم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك الصمات والأرض ما لكم من دون الله من ولي ونرسير أم تريدون أن تسأل رسولكم كما سؤل موسى من قبل ومن يتبدى الكفرة بالإيمان فقد الله سواء السبيل وقد كثير من أهل كتاب لم يردونكم بعد إيمان وكفارا حصل من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا الصحوة تياتي الله بأمره إن الله لا كل شيء قدير وعقيموا الصلاة والتزكاة وتخدموا لأنفسكم الخير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون فصير وخالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى كذلك أمانيهم كلهات برهانكم كنتم صادقين بلع من أسنب وجاءه لله وهم حسن فلا هو أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يطلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من منع مساجد الله ومذكر فيها اسمه وصعب في خرابها ولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين له في الدنيا خزي وله في الآخرة عذاب العظيم ولله المسرق والمغرب فإنما توله فثم وجه الله إن الله واسعنا عليم وقالوا ابتخذ الله ولدا سبحانه بالله ما في السموات والأرض كل له قانتون مديوا السموات والأرض وإذا قضى أمنا فإنما يقول له كون فيكون وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله أو تأدينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنها أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الرحيم ولا ترضى عنك اليهود ولا اللصار حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولين تبع تهواءهم بعد الذي جاءك من للمانك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك الأولون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاصرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين اتقوا جوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عضل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال من زرية قال لنا ينانو أهد الظالمين واجعلنا البيت مثابة للناس وأمنى واتخذوا من مقام إبراهيم ومصلنا وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتنا للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنة وارزق أهله من الصمنات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال من كفر فأمتها قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبيص المصير وإذ يرفع أبراهيم وقواعد عبد البيت وإسماعيل ربنا وتقبل بنا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك من زريةنا أمة مسلمة لك وأعرنا مناسكنا وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا أبعث فيهم رسولا منهم يطلع عليهم آياتك واعلمه الكتاب والحكمة وعزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد استفهناه في الظليون وفي الآخرة من الصالحين إذ قال الله ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين أوصى بها إبراهيم وبنيه وياقوه يا بني إن الله اصدفى لكم الدين فلا تموتنا إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب البوت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبدوا لها كودها أباك إبراهيم وأسماعيل وإصحاق لها واحدة ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون عما كان يعملون وقالوا قولوا هؤلاء نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم وحنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بلده وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإصحاق ويعقوب الأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لن نفرق بين أحدهم منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا إن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع والعظيم سبحة الله ومن أحسن من الله سبحة الله ونحن له عابدون قل لا تحاجون لنا في الله وهو ربنا وربكم ولنا عملون لكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إلا إبراهيم وإسماعيل وإصحاق ويعقوب الأصباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله أم الأظلم من كتمشهادة عندهم لله أم الله بغافل عما تعملون إذك أمة قدخلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول الصفهاء من الناس ما ولهم عن قبلته والتي كان عليها كل الله المشرق والمغرب يعدي من يشاء إلى صراط المستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكونوا رسولا عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة الذي كنت عليها إن أن نعلم من يتبرط ومن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة الإيمان الذي نهض الله وما قال الله ليذيع إيمانكم إن الله بالناس نرأوب الرحيم قاد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي لك قبلة ترضاها وولي وجهك شطرا المسجد الحرام وحيث ما كنتم فعلوتوهكم شطرا وإن الذين أوتوا كتابا لعلمون أنهم حق من ربهم وما الله بغافر عما يعملون وليل أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما كتبه وقبلتك وما أنت بتابعا قبلتهم وما بعضهم بتابعا قبلتهم وليل اتبعت أهواءهم من بعد ما جاء أكمل العلم إنك إذن من الظالمين الذين آتيناهم الكتابا يتلونه حقا تلاوتو أولئك يؤمنون به الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتبون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون نمن الممترين ولكل مجهد هو موليها فاستبقوا الخيرات إنما تقول يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء خطير ومن حيث فالاشتفال لواجهك شطرة المسجد الحرام ونور الحق من ربك والله بغفرنا ما تعملون ومن حيث فالاشتفال لواجهك شطرة المسجد الحرام وحيث ما كنت فواللو جهركم شطرة لا لا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلوا منهم فلا تخشوهم واخشون ولو تم منامات عليكم وعلكم تهتدون فما يرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون تشكروني أشكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين أمنوا الصحيح بالصبر والصلاة إن الله مع الصادرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتهم بل أحياء ولكن لا تشكرون ولا لابدوا لكم بشيء من الخوف والدعاء نخص من الأموال والفتوى الصمرات فبشر الصادرين الذين إذا أصابتوا مصيبة قالوا إلا لله وإلا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمته وأولئك هم المهتدون إن الصفاء بروة من شعائر الله فمن حج البيت ويتبرف لجناح عليه أن يطوف بهما ومن تتوى خيرا فإن الله أشكر عليم إن الذين يتبون ما أزلنا من البجينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله يلعنهم النعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا بينوا فأولئك أتوب عليهم وأن التواب الرحيم إن الذين كفروا ماتهم كفروا أولئك عليهم لعنة الله ملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخاف فعنهم العذاب ولهم ينظرون وإلهكم الله هو واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماع فأحيى به الأرض بعد ذوتها فبث فيها من كل دابات وتصريف الرياح والصحاب المسخر بين السماء والأرض لأيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذوا من ذو لله أن ذا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشدوا حبا للنا ولو يرى الذين زروا وذي يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب يستبر الذين تبعوا من الذين اتبعوا رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أننا لنا كردوا فلتبرأ منهم كما تبرأوا مننا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم بخارجنا من النار يعجوا الناس كلهم ما في الأرض حلانا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان له لكم عدو مبين لما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل لتبعوا ما ألفين عليه آباءنا أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعقف ما ليسمعوا لا دعاء ونداء صموا بكم منهم فهم لا يعقلون يا أيها الذين أمنوا كلهم الطيبات ما رجقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم مدد ودم ورحمة الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاب فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب واشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطولهم إلا النار وليكلمهم الله يوم القيامة وليسكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة والهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك فإن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب في شقاق مين ليس البر أن تولوا روحكم قبر المسرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله اليوم الآخر والملائكة الكتاب والنبيين وعلى المال على حبه زم القربارية والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وقام الصلاة وعلى الزكاة النوفون بعدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم والقصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفع له من أخيه شيء فاتبعه بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيفه بالربيكم والرحمة فمن أنتذى بعد ذلك فلو عذاب أليم ولكم في القصاص الحياة يؤل الأذباب عليكم تتقون فطب عليكم إذا حضر حذكم الموت ترك خير الوصية الوالدين ونقلبين بالمعروف حقا عن المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين بدلوا له إن الله سليم عليه فمن خاف من موصن جرفا أو إثمه فأصلح بينه فلا إثم عليه إن الله غفور الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لا لكم تتقون أياما معدودا فمن كان منكم مريضا ولا زبر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يتيقون وفذية طهام مسكين فمن تتوى خيرا فهو خير الله وأنت سمو خير لكم كنتم تعلمون فهد رمضان الذي يؤنجل في القرآن وذل للناس وبيلات من الهدى وفرقان ومن شاهد منكم والشهر فليسم ومن كان مريضا ولا صغر فعدت من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الوسر ولا تكملوا العدد وتكبروا الله أنا ما هدكم من عليكم تشكرون وإذا سألك أبادي عني فإني قريبا أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بينا أنهم يرشدون وحل لكم للا تصيهم ورفضوا لنسائكم فأنا لباس لكم وأنت لباس لهم وعلم الله لكم كنتم تخللون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم فالعين باشرهن وابتاقوا ما كتب الله لكم وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبير من الخيط الأسود من الفجر ثم عتموا فلك حضود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله وكذلك يبين الله آياته للناس لعنهم يتقون ولا تأكلوا ما لكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك على الأهلنا قل هي موقيت للناس والحج وليس البر وأنت وتو البيوت من زهورها ولكن البر من اتقى وأتو البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين قاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم الفتنة وأشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا أدوانا إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصص فمن اعتد عليكم فاعتدوا عليهم مثل ما اعتد عليكم واتقوا الله وأعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تنقوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ويتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتوا فما سيسر من الهد ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهد يمحل فمن كان منكم مريضا أبه أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة فإذا أمنتم فمن تمتعب العمرة إلى الحج فما سيسر من الهد فمن لم يزد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة الإنسان جاءتهم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله وعلموا أن الله شديد وقاب الحج عشر معلومات فأفرض فيه إن الحج فلا رفض ولا فسوخ ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد تقوني يولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فالضم من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكره كما هذاكم وأن كنتم من قرده لمن الضالين ثم أفضوا من حيث أفاض الناس فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم من أسفكم فاذكروا الله كذكرك آباءكم أو أشد ذكرى أمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ماذا هو في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حصلتنا في الآخرة حصلتنا وكينا عظاب النار وليك لهم نصيب ما كسب الله صريح الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واطنقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون أمن الناس من يوجبك كوروه في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ولد الخصام وإذا تولى سعف الأرض بيفسد فيها ويهلك الحرصة والناس والله لا يحب الخساد وإذا قيل الله اتقل خسادة العزب وإذا قيل وإذا قيل نفسه وإذا قيل خسادة العزب اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة